بقى معلقة واحدة حطها على الزيت توفر لكل التوفير ده ده انا هعمل سبع كيلو دي بقى فكرة اختراع وهتطلع معاك خفيفة ومش هتتعب المعدة خالص سمي الله وصالع على رسول الله يلا اجمل لايك منك وشاير الفيديو مع كل اصحابك كمان شايريه على صفحتك عشان هتحتاجيه بصوا بقى انا معايا ايه معايا بتنجان رومي وماشاء الله انا هنا معايا اربعة كيلو يعني هقلي اربعة كيلو بتنجان بصوا بقى الفكرة دي والله العظيم هتجربيها وهتشكروني عليها زي ما عملنا قبل كده المسقع في الكيس الحراري وعجبت ناس كتير وقالولي فعلا دي خفيفة يا موريانة ولزيزة قوي تعالي بقى النهاردة هقولك للناس اللي عايزة تقلي بتنجان تعمل ايه قطعت البتنجان شريح كده اساسي طبعا هتحطيه في مصفة وترش عليه الملح ضروري قبل القلية تعملي كده النهاردة بقى ولا فرن ولا حاج هنعملها تقليدية زي ما احنا متعودين معايا كمان كده 2 كيلو بطاطس هبتدي قطعه من صوابع مليانة وما يهمكيش بقى الكميات اللي انت عايزاه انا جايبالك فكرة عبقرية هتوفر لك الزيت كمان معايا كده قد كيلو لربع من الفلفل هبتدي فتحه دلوقتي بقى هبتدي مرحلة القلي لاني هعمل مساقعة تقليدية حطيت ايه بقى؟ حطيت يا جماعة معلقة من النشا على الزيت عادي عايزة تحطيها على الزيت البارد عايزة تحطيها على زيت سخن مش هتفرق ودو بيها بقى كويس كده في الزيت هي هتدوب أسرع الصراحة لو تحطت على الزيت البارد وابتدي بقى إداحي الزيت عادي وانزلي بالبتنجان وحمري وهتشوفي اللي هيحصل البتنجان ده استحالة استحالة يشرب زيت وقري الكمية اللي انت عايزة بصي انا عايزة كترق بكمية الزيت اللي انا حطها في الطاصة والله يا جماعة كمية الزيت دي قالت لي 4 كيلو بتنجان وقالت لي 2 كيلو بطاطس وكمان الفلفل يعني وهوريك كمان باقي الزيت اتبقى ودي حاجة طبعا محدش يصدقها لان البتنجان بيمطص كل الزيت خلاص انا قلت البتنجان دخلت على البطاطس برضو مفيش اي مشكلة ولا هتشرب خالص كمان خلصت البطاطس دخلت على الفلفل طاصة تانية كده كنت حطت معلقة سمنة وحطيت بصلايا صغيرة اول ما دبلت نزلت كده بنص كيلو لحم مفرومة النهاردة هعمل مسقعة باللحم المفرومة تحفى هتبل بقى اللحم المفرومة فلفل سويت 7 بهارات ملح شوية من الكزبرة وهسيبها تتعصج مش هحط طماطم فيها دلوقتي بقى هنجهز الصلصة بتاعت المسقعة الفضيعة بتكون عبارة عن شوية زيت حطيت معلقة من التوم المفروم وعليهم معلقة منها رست الفلفل الاخضر والاحمر لو موجود ما عندكيش افرومي في الكبه قرن فلفل احمر وقالن فلفل اخضر وحطيهم مع التوم وهتاكلي احلى صلصة مسقعة همتشها بقى بشوية الخل ده اساسي وهننزل بالصلصة مع معلقة السكر انا كان عندي طماطم مسبكة تقدري تستخدمي طماطم فرش واعصريها في الخلاط وصفيها مفيش اي مشكلة هحط بقى الكمون الكزبرة شوية فلفل سويت صغيرين وهنسيبها بقى كده تتسبك شوية وهنزود عليها مياه لانه طبعا دي صلصة مسبكة وصلصة المسقعة بتبقى وسط لا هي خفيفة ولا تقيلة الفكرة دي بقى بتوفر لي جامد لما باجي اعمل اردارات زي كده خاصة المسقعة ما بتاخدش زيت كتير وجربيه على ضمانتي وهتدعيني يعني البتنجان والبطاطس استحالة يشربوا زيت خالص وبيطلعوا خفاف جدا انا جربت فكرة قبل كده ان انا ابضر البتنجان بالدقيق لا معجبنيش البتنجان بيعمل طبقة كده ما بيبقاش طعم وبتنجان لذي دلوقتي بقى حطيت البطاطس بس رشيت عليها شوية ملح وكمون كده يحيقوها وبرضو الفلفل هروسو واحط عليه الملح والكمون هو كمان البتنجان طبعا واخد ملح دلوقتي بقى هنزل على طول باللحم المفرومة المعصجة ودي بقى احلى طريقة هتعملي بيها المسقعة يا جماعة باللحم المفرومة عزب دي في بشاملة ما فيش مشكلة بس انا النهاردة هعملها خفيفة كده بالسلصة البتنجان بيبقى لذيز ومش شارب زيت في نفس الوقت وهي دي النتيجة اللي احنا عايزينها بجد معلقة النشا سحر في الزيت اي حاجة بتقليها مش عايزها تشرب زيت حطي معلقة كبيرة من النشا مفيش اي مشكلة انا اللهم بارك يعني سبع كيلو من الخضار قالتهم والزيت هورهولك حالة جبت بقى الصلصة شايفين الصلصة بقى حطيتها فوق الوش كده وبختار الطواجن دي بدخلها الفرن بقى تسبك مع بعضها وتاخد لون شايفين كمية الزيت ده فيه لسه زيت في الطاص بجد يا جماعة طريقة هتبهركوا وانت بتقلي بنفسك هتلاحظي بصوا بقى طلعت من الفرن اللي في الطواجن ده على فكرة 2 جيلو بتنجال فيه 2 تانين عملت بيهم حلة مقلوبة حبايب قلبي متابعة للصفحة يوصلكوا كل جديد كان معكي شايماء محمد والسلام عليكم